بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في درس جديد دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم هو تغيير وضع اتجاه الجسم أثناء الارتكاز معكم الأستاذ بدن ناصر الفحيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال نبقى نستعرض مع بعض أهم متطلبات ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المتطلبات الراحة الكافية الراحة الكافية مهمة جدا بعد أداء النشاط البدني الجسم يحتاج إلى الراحة الكافية لكي يستعيد طاقته وحيويته ويستطيع ممارسة النشاط مرة أخرى بعد ذلك يا أبطال التغذية الصحية والسليمة الغذاء مهم جدا الغذاء مهم جدا لكي يمد الجسم بالطاقة ويجب تناول ثلاث وجبات أساسية تحتوي على عناصر الغذائية المهمة كربوهيدرات والدهون والبروتين والأملاح والمعادل بعد ذلك يا أبطال الزي الرياضي المناسب الزي الرياضي المناسب مهم جدا أثناء تأدية النشاط البدني كي يساعدني على تحقيق أهدافي من النشاط البدني ويختلف الزي الرياضي باختلاف الزي الرياضي باختلاف الرياضة حيث أن كل رياضة زي مناسب لها مثل زي كرة القدم يختلف عن زي ألعاب القوة كذلك يختلف عن كرة الطائرة ويختلف الزي الرياضي باختلاف أحوال الطقس ومكان الممارس في النشاط البدني حيث الزي الرياضي في الأماكن الباردة يختلف عن الزي الرياضي في الأماكن الحارة والجافة بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن أن تأدية النشاط البدني لا بد من توفر المكان المناسب لهذا النشاط البدني وحيث يكون آمن تتوفر فيه عوامل الأمن والسلامة لكل رياضة تحتاج إلى مكان مخصص لها كرة القدم تحتاج إلى ملعب كرة القدم وكذلك كرة الطائرة إلى ملعب كرة الطائرة وعب القوة إلى ميدان جري بعد ذلك يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ الإحماء يا أبطال هو تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرينات السهلة البسيطة التي تساعدني على أداء النشاط البدني بشكل صحيح بعد الإحماء شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني شرب الماء مهم أثناء تأدية النشاط البدني يقوم الجسم بإخراج سوائل تسمى عملية التعرق لحفاظ على رطوبة الجسم وعدم جفافه لابد من شرب الماء باستمرار قبل وأثناء وبعد النشاط البدني الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب وزيئة رياضي المناسب سوي مع بعض الآن الإحماء المناسب جاهزي للتمرين الأول المشي في المكان تمرين أربعة آخر مرة جماعة نقض نفس أحسنت الأبطال التمرين الثاني الذراعين في الوسط ضاع ثاني الجدل اليمين في أربعة عدات والشمال في أربعة عدات التمرين مستعد يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة يسار ثلاثة أربعة حسنت ثلاثة اضغط ثلاثة أربعة ممتاز ثلاثة أربعة حسنت ثلاثة أربعة ممتاز ثلاثة اضغط ثلاثة أربعة حسنت ثلاثة أربعة آخر مرة جماعة نقض الثلاث التمرين الثالث يا أبطال ترين جلبة الرفع دوران الذراع من الخلف إلى الأمام تتمنى يستعد يبتدي 1-2-3-4 ممتاز 2-3-4 ممتاز 2-3-4 حسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 دوران 2-3-4 ممتاز 2-3-4 اخر مرة جماعة قف اضعين الاسفل خفص التمرين الرابع يا ابطال مماثل التمرين الثالث ولكن باختلاف تجاه دوران سنجد الرف دوران من الامام الى الخلف نستعد واحد اثنين اربعة دوران اثنين ثلاث اربعة حسنت اثنين ثلاث اربعة ممتاز اثنين ثلاث اربعة اخر مرة جماعة قف اضرعين اصب خفص ناقض نفس مع بعض احسنت مرة ثانية اما الآن يا ابطال ندخل في درسنا لهذا اليوم بعد انتهاء من الاحماع درسنا لهذا اليوم تغيير التجاه مع وضع الارتكاس نعرف مع بعض ما هو الارتكاس هو احتفاظ اللاعب بقدم ملامسة للارض ثابتة ويحرك القدم الاخرى في اي اتجاه يريدون ان تتحرك القدم الثابتة هذا هو الارتكاس زي ما هو واضح الآن في الصورة نشوف البطل مرتكس على قدم وقدم الثاني واليدين تتحرك باتجاهات مختلفة وحركة الارتكاس تشبه لحد كبير حركة الفرجار وتحقيق الارتكاس جيد يجب ان تكون قدما متباعدتان ومركز تقل الجسم منخفض عن طريق ثاني الركبتين معنا هنا الجسم قليلا الآن عرفنا ما هو الارتكاس انه يكون ارتكاس على جزء مايين من الجسم سواء اليدين او القدمين اليوم بناخذ ارتكاس على قدم واحد الآن نتكاس على قدم اليومنا رافع الآن القدم الاسراء العلى واليدين حركة في اتجاهات مختلفة هذا هو الارتكاس هناك نوعان من الارتكاز الارتكاز الخلفي والارتكاز الامامي من الاسماء هذه النوعين يوضح لنا ان الارتكاز الخلفي اي يكون ارتكازي على قدم الخلفية زي ما هو واضح الآن زي ما هو ايضا واضح في الصورة اما الارتكاز الامامي يكون ارتكاز على القدم الامامية الآن منتكز القدم الامامية وحرك قدم خلفية باتجاهات مختلفة ونشوف مع بعض الآن في هذا الفيديو ايضا نتعرف على اكثر عن الارتكاز واخر عنصر من عناصر اللاقة الحركية في درسنا هذا اليوم هو عنصر الاتزان ويعرف الاتزان بانه هو قدرة الفرد على الاحتفاظ لثبات جسمه عند اداة حركات الاتزان مثل الوقوف على رجل واحدة أو اليدين في وضع الوقوف على اليدين وغيرها من الحركات كما ان هناك نوعان من الاتزان وهما الاتزان الثابت والاتزان الديناميكي والاتزان الثابت هو القدرة التي تسمح بالبقاء في وضع ثابت والاحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط او احتزاز بينما ان الاتزان الديناميكي هو القدرة على الاحتفاظ بالاتزان اثناء اداء هركي كما في موافو leggings من الألعاب الرياضية مثل المشي على عارضة مرتفعة والعوامل المؤثرة في الاتزان هي أولاً الوراثة والقوة العضلية وأيضاً القدرات العضلية وأخيراً مركز الثقل وقاعدة الارتكاز ومن التدريبات التي تنمي عنصر الاتزان هي الثبات والوقوف على قدم واحدة وأيضاً الوقوف ومرجحة أحد القدمين إلى الأمام والخلف وأخيراً عمل ميزان أمامي أما الآن يا أبطال سوف نطبق بعض التمارين التي تعزز عنصر الاتزان نحتاج أطواق وكور بدايةً نوضع الوقوف ممسكة بالكرة الذرعاً جانباً رفع بشكل هذا يا أبطال ثم رفع القدم اليمنى أو اليسرة والنظر إلى الأمام والثبات خمس عدات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم العودة إلى الوضع الأصلي جميل يا أبطال الآن ننتقل للأبطال ونحاول نطبق نموذج لتمرين الاتزان من وضع الوقوف الذرعاً جانباً رفع أحسنتم نرفع القدم اليمنى أو اليسرة والثبات خمس عدات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أحسنتم نعود الوضع الأصلي وهكذا نكون طبقنا نموذج يعزز من مهارة أو عنصر الاتزان شوفنا مع بعض فيديو اللي قبل قليل نوع من واع الارتكاز أثناء تطبيق هذه المهارة لابد أن لا ننسى المكان المناسب وزي الرياضي المناسب واللبس المناسب وشرب الماء قبل واثناء وبعد التمرين أشكركم الحسن استماعكم كان معكم أستاذ بدل ناصر الفهيد